الأذان في الجمع بين المغرب والعشاء يعني عند المالكية على المساجد تؤذن للمغرب يوم الجمع للمطر مثلا وتؤذن للعشاء ويصال للمغرب صحيح هذا الذي نص عليه فقهارنا بأن المغرب يؤذن له وتقام الصلاة فيصل للمغرب ويعني لكنه يؤخرون استحبابا يؤخرون هذا الأذان هذا الصلاة عفوا يؤخرون الإقامة والصلاة قليلا بعض منهم يقول يعني حتى كأن مبادئ العشاء تظهر لكن هو مجرد تأخير قليلا حتى خمس دقائق وكذا ثم بعد ذلك يؤذن للعشاء ويستحب أن يكون ذلك لا على المنارة أو في المكبر صوت هناك في المسجد لا طالعا في المسجد ثم تقام الصلاة ويجمع الإمام بين المغرب والعشاء قالوا وَلَا يُتَنَفَّلُوا بَيْنَهُمَا نعم يعني البعض منهم انكر حتى قضية التسبيح نعم بينهم لأنها بها لأنها هي المسألة رخصة نعم نعم حتى يرجع الناس إلى بيوتهم والحال كما ذكر صاحب السؤال بارك الله فيه أن المسألة مسألة مطر نعم نعم أو طين وظلمة وما إلى ذلك نعم نعم